فريال انتي ابتديتي البداية مش التقليدية الكثير من الرياضين لهو نادي كبير يتبناكي او تلعبي مع نادي كبير ويبقى المشوار سهل انتي اتنقلت من مركز شباب لمركز شباب حكايتك مع الكراتي عملا ازاي في البداية خلص بدأت الكراتيون انا عندي سبع سنين كان في نادي المطرية كان اول مدرب وقفته قدامه فعلا كان كابتن حسن يا بوزيد بعدها بفترة كنت طبعا بدأت اول بطولة كان فيه بنات كتير معاكي كان فيه بنات بس كنت لسه بقى صغنونة عملا تقولي كان كراتيكا بالصدفة يعني انا كنت ماشية مع ماما لقيت ناس نفسين بدل ماما انا عايزة اجرب جربت الكابتن حسن اللي انا عندي موهبة شوية دخلت اول بطولة واجبت فيها مركز اول بعدها ابتدت الحكاية زي ما بيقولوا اتنقلت لمركز شباب وانا عندي 13 سنة او 14 سنة مركز شباب الاندلس كان مع كابتن سيد سالم وكابتن ممضوح طبعا خدوا الجزء الاكبر في التمرين بس للظروف كده استغنوا عني اخر شهر قبل الصفر بتحصل بس طبعا بمني ليهم كل اللي احتراموا بتقدير شكرا على مجهودهم طبعا ابتدت حكايتي بقى مع المنتخب سنة 2015 او بطولة عالم ليا كانت 2017 يليها 2018 يليها بطولة عالم 2019 كنت اخر بطولة عالم لعبتها كانت مركز اول كانت حتى برضو مداليتي كانت في موقف حساس جدا كنت بالنافس مع تركيا على المركز الاول في الترتيب العام للبطولة فكنت لازم اجيبت ذهب عشان خطر اخلي مصر مركز اول على المستوى البطولة والحمد لله جبتها وكان مرا على بطولات تانية كتير من عرب بحر متغسط حاجات كتير بس هو فعلا النجاح ده كانش وليد لحظة كان من فترة كبيرة جدا بس بالضبط التدرق كان سلمة بسلمة فعلا كانت اول بطولة عالم كانت تالت يليها تالت بعد كده اول انت دلوقتي تدرسي سيدلة في الجامعة البريطانية واحكيلي عن لحظة الانتقال من سماية عامة للجامعة وعلى فكرة دفعة سيدلة السنة دي في الجامعة البريطانية تم تسمية الدفعة كلها على اسم وشرف فريال اشرف لخصولها على الميدالية الجهدية ده شرف كبير جدا الليها يعني اكيد طبعا شرف كبير جدا ليا لاني اول مرة تحصل عندنا في الجامعة اني الدفعة كبيرة تتسمى باسم حد طبعا الجامعة كانت وقفها جنبي من اول سنة لحد اخر سنة اللي انا فيها حاليا اخدت منحة اخدت منحة منحة تفوق من سنة اولى يعني كرياضية منحة الرياضية او منحة تفوق في سنة العملاء الرياضية كانت يعني كانت ملحة استمرت معي لمدة خمس سنين طبعا انا بوجه لهم الشكر والتحية فعلا ساعدوني طبعا بتوجه للشكر للرئيس الجامعة وشكر خاص لعميدة كوليتي دكتور موحي المزار اللي كان فعلا بيوفر لي كل حاجة هو فعلا شارك بالانجاز ده بطريقته كامتحانات تأجيلات كده معاملة دكاترة مؤدرين اللي أنا فيه نزلة من بطولات على امتحانات على طول بس كان عندك مشكلة برضو يعني السنة دي مع القلم يعني مواد صيدلة صعبة وكتير اكيد طبعا بس الحمد لله يعني اللي بيدور يعني أنا قلتها قبل كده اللي فعلا اللي بيدور عن النجاح بيدور عليه في كل مكان يعني سواء في الرياضة سواء في الدراسة أنا عايزة بقناك حنا عايزة بقى متميزة أتميز في أي جزء مهما كان هو إيه بس أتميز بطريقتي واللي بيدور على النجاح بصدق بيلاقي اللي بيساعده أكيد طبعا ربنا فعلا يعني اللي فعلا بيجد في حاجة ربنا ما بيضيعش طعب حد خالص خالص هو ربنا بيدي الحاجة في الوقت المناسب يعني دايما بيديها فعلا في الوقت المناسب الوقت اللي انت بتبقى مستنيها منه فعلا اشتركوا في القناة